موسيقى وينتج عنه أحيانا جسور من المحبة والسلام وأحيانا فجور وخصام في هذا الموضوع الحوار وكيفية إدارته وإدارة الخلافات التي بيننا يسعدنا أن نستضيف الأستوديو الأستاذ هشام منور الكاتب والباحث أستاذ هشام أسعد الله صباحك بكل خير صباح الخير لك والأستاذ المستمعين طبعا كما المشاهدين والمشاهدين أكيد أستاذ شام هل بالفعل الحوار قد يكون جسور محبة والسلام وبذات الوقت جسور من فجور وخصام طبعا مسألة الحوار بالأساس هي موجودة لبناء الجسور بناء جسور التواصل مع الآخرين الغاية من الحوار ليست هي الاختلاف الغاية من الحوار هو إبراز هذا الاختلاف وإدارة هذا الاختلاف والتعامل معه على أنه أمر طبيعي يمكن التعايش معه وتذليل الفوارق خلينا نقول وأيضا تذليل الاختلافات والسيطرة عليها يعني غالبا عندما نلتقي بأي شخص سواء أو أي مجموعة أو أي حضارة أخرى نتعرف على حضارة أخرى فإن الهدف الأول من طرح مسألة الحوار معه هو التعرف عليه وكذلك جعلناكم شعوبنا وقبائل لتعرفوا إذن الاختلاف هو سنة الحياة أن تكون مختلفا عن الآخر كل شخص في هذه الحياة لديه بصمة مختلفة سواء من الناحية الفيزيولوجية وناحية البصمات الأيدي وبصمة الصوت وبصمة العين كل هذه الأمور تثبت بأننا حتى لو كنا من أسرة واحدة فالاختلاف قائم نحن قبل أن نتكلم عن فكرة الاختلاف يا ترى عندما نتكلم حوار هل الحوار أوجه مختلفة هل الحوار أنواع مختلفة أستاذ هشام حتى نتفاهم بأن الحوار هو ليس فقط الكلام وجلسة ونتناقش هل الحوار له أبعاد وصور؟ طبيعا طبيعة الأحوال هناك أنواع مختلفة للحوار هناك حوار لكسب التعرف أو لنتعرف على شيء جديد غالبا الإنسان عدو ما يجهل عندما يتعرف ويدير حوارا هادئا بشروط موضوعية يحاول السيطرة عليه ولا يتجاوز خلال هذا الحوار إلى الأمور الشخصية ويتحول إلى ضغاء شخصية فإن ذلك يؤدي بطبيعة الأحوال إلى كسب مزيد من المعرفة التعرف على ذلك وأيضا السيطرة لنقول السيطرة على هذا الاختلاف وعدم تحويله وضمان عدم تحويله إلى خلاف ونزاع لاحقا وشقاق معظم الناس يلجأون إلى الحوار وهم يضعون في رؤوسهم فكرة واحدة فقط وهي فكرة التغلب وليست فكرة التعرف نعم يعني عندما نكون على سبيل المثال أبسط الأمثلة عندما نكون في مكان عام ولدينا مجموعة من الأشخاص ربما يكونون حتى أصدقاء ولكن بينهم نوع من الاختلاف في وجهات النظر في الآراء في المواقف في النظر إلى الحياة بشكل عام في الهدف منها عندما يكون هناك حوار بين أي شخصين في هذه المجموعة الضيقة الصغيرة التي ربما يكون حجم الفوارق بين أفرادها شبه منعدم نجد الطرفين والشخصين الذين يريدان التحاور يركزان على فكرة بعيدة عن مسألة الحوار وهي مسألة التغلب من سيثبت للآخر صحة وجهة نظره وصحة موقفه يعني أحيانا أستاذ هشام نسمع حتى في عالم السياسة يقول له لا حل إلا بالحوار فلنجس على طاولة الحوار وكأن الحوار هو خيار أخير يعني ممكن أن نستخدمه إذا لم يتم علاج المشاكل بالأمور الأخرى يعني إذا لم يتم علاج المشاكل بالفرض بالقوة العسكرية إذا لم يتم علاج المشاكل بالفرض بالقوة الاقتصادية سنلجأ إلى الحوار وكأنه أصبح الحوار عملة بديلة مصدر بديل طريقة ممكن أن تكون لها جدوى هل هذا ظاهرة صحية ممكن أنه يعني ماذا لا يكون هو ابتداء ثم بعد ذلك ما اتفقنا فلنتقاتل يعني تماما تماما بالنسبة لهذا الموضوع معظم القوة لنقول أو الدول أو القوة بالدار الإقليمية والدولية تسعى لفرض هيمنتها على الآخر لا تريد أن تنسج لنقل جسور التواصل بينها وبين الآخرين تريد الحيمنة ولا تريد التعايش مع الآخر تريد أن تفرض هيمنتها وذلك خاصة نجده في الحضارات أو لنقل في الحضارات والدول الغربية تحاول دوما نظرة الاستعلاء التي توجد عند بعض الناس أو بعض القوى أو بعض الدول تؤدي إلى أن يشعر هذه الدول أو أن تشعر هذه الدول أو أن تشعر هذه القوى بسطوة القوى وأنها تريد فرض وجهة نظرها بأنها محور الكون وأن رؤيتها هي الأفضل لمسار التاريخ ولمسار العالم ولذلك فهي تلجأ كما قلت إلى مسألة الحوار عندما تستنفذ لنقل جميع الوسائل المادية وخاصة القوى العسكرية لتجد بعد ذلك نفسها في طريق مزدود وأحيانا للأسف يقول لك أنه وصلنا إلى طريق مغلق في الحوار طيب أستاذ هشام عندما نتحاور تختلف وجهة النظر وهذا طبيعي وهذا أحد أحيانا هذا هو المقصود فإذا نستطيع أن نفهم بأن اختلاف وجهة النظر ظاهرة صحية أم كثرة اختلاف وجهة النظر ووجود اختلاف وجهة النظر أمر غير سوي لنعود إلى بداية حديثنا عندما قلنا بأن اختلاف البشر بينهما بين بعض يبدأ ذلك من الناحية الجسدية والناحية العقلية وغير ذلك من الأمور التي أثبتها العلم بأن كل إنسان متميز بطبيعته ومن المستحيل شبه المستحيل أن تجد شخصان متطابقان جينيا ومتطابقان من الناحية الجسدية والعقلية وكل ذلك إذن المسألة بالأساس هو أننا عندما نقول بأن نمارس الحوار مع الآخر غالبا ما تسيطر على أذاننا فكرة الانتصار والتغلب بينما الأساس أن تركز على الغاية من الحوار وهي فقط إبداء الاختلاف إظهار الاختلاف والتعايش معه وإدارته لاحقا يعني ليس المطلوب مني أن أقنعك برأيه وليس المطلوب منك أن أقنعني برأيه يعني قد هذا الشيء يعني يفسر الآخر بأنه ضعف أنه إذا أنا دائما كان الحوار أنه لا أريد أن أثبت وجهة النظر التبعي فأنا دائما في موقف الضعيف وكأنه هذا الحوار هو فقط ل إضاعة الوقت بإضاعة الوقت لأنه أنا لن أستطيع أن أثبت أي وجهة نظري يعني دائما الأشخاص ما عم يدخلوا على الحوار إلا لما يكون في كل شخص عنده فكرة عم حاول يقنع فيها الآخرين هل هذا الذي نصل إليه؟ هل هو المطلوب؟ هل هو فعلا جوهر الحوار؟ هل خلق الحوار من أجل هذا؟ الآن الحوار بالأساس كما قلت هو لإبراز الإختلاف المشكلة أو لننظر إلى الموضوع من زاوية أخرى إذا أردنا أن نقول مثلا أنك تتبنى رأي معينا وأنا أتبنى رأي آخر إذا كانت لديك الأدلة والبراهين التي تثبت هذا الرأي وتعزز موقفك منه فأنت في النهاية سوف تثبت ذلك بمجرد طرح هذه الأدلة والبراهين أما إذا كانت آراءك والأسباب التي دفعتك لتبني هذا الرأي هي ضعيفة في الأساس وأنت تشعر من الداخل بضعف موقفك فأنك لن تلجأ للحوار أولا وإذا لجأت إليه سوف تلجأ إلى ضرب الطرف الآخر بأمور شخصية والابتعاد عن مسار الحوار عن جوهر المشكلة أو جوهر النقاش نعم إذن المشكلة أننا يتغلب علينا الإحساس بالأنانية والتملك بالنسبة لآرائنا نحن نريد أن نعزز هذا التمسك بالآراء بغض النظر سواء كان حقا أو باطلا ولذلك هنا تأتي مسألة اتباع الحق مسألة اتباع الحق لا تكون عن طريق فرض الآراء تأتي من الداخل من داخل الإنسان جميل جميل يعني عندما الإنسان يأخذ على نفسه بأنه يتبنى هذا الموقف أو يتبنى هذا الرأي أو حتى يتبنى هذا الدين أو يتبنى هذا الفكر لقناعة شخصية تتعلق بأنه يعتقد لنقل أو يظن بأن ذلك هو الأفضل أو ذلك هو الأحق فإن عليه بالنهاية عندما يستمع إلى وجهات نظر أخرى إما أن يعاود البحث مرة أخرى في آرائه ومواقفه ويجد هل هذه الآراء والمواقف تنسجم بالفعل أو تقترب من الحق لنقل لأن لا يوجد إنسان على وجهة بسيطة يمكنه امتلاك الحقيقة والحق مئة بالمئة هناك بالنهاية مقاربات نحن نحاول الاقتراب من الحق أبسط الأمثلة على ذلك هي مسألة الانتخابات بأي دولة لنقل بين قوسين ديمقراطية عندما نجد مثلاً في الولايات المتحدة والفترة الأخيرة أيضاً كانت هناك انتخابات ما يتعلق بالتجديد النصفي للكونغرس الأمريكي هناك كتلتان كبيرتان الجمهوريون والديمقراطيون كل كتلة هناك أشخاص متمترسون هناك أشخاص حزبيون لنقل مؤتمنون مئة بالمئة بهذا الفكر وهذه السياسة لكل حزب لكن لماذا يتم إجراء طرح المناظرات السياسية بينهم خلال الفترة لماذا يتم طرح الحوار بين المتنافسين ليس لإقناع جمهور الطرف الآخر يطرحون ذلك للتركيز على ما يسمى في استطلاعات الرأي بالفئة المترددة هذه الفئة المترددة ترى أن هذا الفريق لديه شيء من الحقيقة هذا الفريق صائب في فكره في معالجته للقضايا المجتمعية والقضايا السياسية وهذا أيضا لكن عندما أنا أستمع إلى الطرفين قد أوازن بين الأمور وأترك الحكم بنهاية العودة فيه الظاهرة الإيجابية للحوار لكن أستاذ هشام يعني عندما نحضر اجتماع عندما نحضر أي مؤتمر تحدث هناك مناكفات وهذا شيء أمر طبيعي وعادي نريد أن نفهم من حضرتك كيف نستطيع أن نحول مجرى الحوار لينتقل من أثناء الحوار من مناكفات إلى تحويله ورفضه ليصبح حوار إيجابي يعني كيف نمتلك هذه القدرات على أن نقطع السبيل من هجوم شخصي من محاولة إثبات الرأي وتحويل الحوار إلى يصبح إيجابي كيف نمتلك هذه المهارة؟ تمام هناك عدة عوامل تلعب بهذا طبعا أنا لا أقول بأن هذه المسألة هي مسألة بسيطة غالبا الإنسان يستفز لنقل خلال الحوار بأبسط الوسائل تمام لا لا مسألة الاستفزاز هي مسألة طبيعية أي شخص عندما تكون تتحاور مع أي شخص آخر في مسألة مهما كانت المسألة صغيرة أو كبيرة فإنه شعوريا أو لا شعوريا قد يكون الشخصي نحسن الظنبي ونقول بأنه تعرض لك شخصيا أو استفزك عن طريق وهو يشعر أو هو غير متعمد فهذا الأمر طبيعي جدا يحدث دائما لا نقول بأنه لن يحدث هو يحدث دائما دائما الحدوث ولذلك هي مسألة كما يقول بلينيزية يعني هي عملية مستمرة عملية مستمرة دوما دائما سوف يكون هذا الاستفزاز حاضرا إذن بداية يجب أن نضع في أنفسنا عندما تقول أنا ذاهب مثلا على سبيل المثال إلى مترو سوف تضع في ذهنك قبل أن تصل إلى المحطة بأنك سوف تضطر مثلا للنزول تحت الأرض لركوب أو المترو وبعد ذلك إكمال طريقا إذن هذه مرحلة من النزول نقول نسميها الاستفزاز نشبهها على سبيل المثال بالنزول تماما نشبهها بالنزول هذا النزول وإن كان من ناحية الضائر نزولا لكنه سيؤدي في النهاية إلى طريقك فأنت عليك مسبقا أن تتحضر ذهنيا بأن هناك صورة كاملة جزء من هذه الصورة هو الاستفزاز وعندما سوف تستفز عليك أن تتبع أبسط الوسائل وأكثرها راحة للتخلص منه وتجنب ذلك كثير من الأشخاص قد يكونون هذا طبعا قلنا أنا من أنصار فكرة بأنني سأحسن الظن بالطرف الآخر وأنه ربما أساء إليه أو حاول استفزازي بدون أن يشعر ربما هو أشار إلى شيء ما على سبيل المثال هو لا يعلم بأنه يستفزني لكن قد استفزني بأسلوب طرحي بنبرة صوته بطريقة نعم بأسالي كثيرة قد تستفز الإنسان في سياغ لأن الشخص عندما يحاور شخصا آخر يكون مركزا جدا على أبسط التفاصيل التي تقتل أمامه فلذلك أدنى شخص يعني كما يقال يتعكر مزاجه بأبسط الأمور أو بأسهل الوسائل لذلك هذه المسألة إذا وضعناها قبل بداية الحوار بأنني سوف أتعرض للاستفزاز وأن هذا الأمر طبيعي جدا هذا أولا ثانيا لنقل كثرة ممارسة هذا الأمر يعني أنا عندما أخذ حوار للمرة الأولى بطبيعة الأحوال سوف يكون من السهل جدا استفزازي أما إذا كنت قد خطت العديد من الحوارات وأجريت الكثير من التواصل مع الآخرين ولذلك هناك أشخاص متخصصون بهذا الأمر لنقل متخصصون بإدارة الحوار مع الآخرين وهم متخصصون ولنقل لديهم دربة كما يقال بلغة العربية دربة في موضوع السيطرة على مشاعرهم في موضوع عدم التأثر بالأجواء المحيطة أحيانا قد يكون التشويش الخارجي سبب سبب الاستفزاز نعم يعني أنت تتحدث مع شخص أسوات المحيطة أنت تتحاور مع شخص وأنت في الشارع مع صديق ما وأنت تحاول أن تقنعه بالذهب أنا أضرب أمس الأمثلة الآن كثير بسيطة وكثير عملية وكثير واقعية أنت في الشارع مع صديق وتريد الذهاب معه إلى طريق معين أو إلى مكان معين وهو يريد أن يأخذك من طريق ما وأنت لديك وجهة نظر بأن هذا الطريق ليس مزدحم طويل أي أن كان وأنت لديك وجهة نظر بأن الطريق الآخر هو الأفضل مجرد نقاشك مع هذا هو حوار من سيقنع الآخر بأفضلية طريقه المسألة أنك في الشارع فأصوات السيارات والمحيط تؤثر عليك وتضطر باللاشعور تماما وحيانا تتغير ملامح وقد يفهم الطرف الآخر رسالة معاكسة طيب إذن أستاذ هشام استحضار بأنه كل حوار ممكن أن يحتوي على لمحة لن أقول استفزاز لمحة استفزاز وغير مقصودة من أجل أن ضعبين قوسين حسن الضرق أحيانا مقصودة أحيانا غير مقصودة لكن معظم الأحيان هي غير مقصودة بسبب طبيعة من أمامك طيب الآن أستاذي نعم استحضرنا هذه الصورة وأنا مدرك أنه قد يحدث بعض الاستفزاز وسأمتلك نفسي وسأسيطر عليه هل أيضا من بعض النصائح التي نوجهها من أجل أن يدار أو تدار دفة الحوار لنصل بالفعل إلى حوار بالنها حوار منتج قدر إمكان ولا يشوبه أي نوع من أنواع ما هو غير الاستفزاز مثلا تماما هذا الأمر يعتمد على طبيعة المسألة التي نقوم بحوارها غالبا عندما يتوجه شخصان بكامل قناعتهما وكامل إدراكهما للذهاب إلى حوار فيما يتعلق بقضية ما هم يستحضران أنهما سوف يدخل يعني هما معدان ومهيئان نفسيا للذهاب إلى الحوار فهذه الحالة النفسية لنقل الإعداد النفسي بأنك سوف تذهب للحوار وإدراك أن هناك استفزاز سوف يحدث في هذا الحوار هناك مشاكل سوف تحدث في هذا الحوار هذه الحالة يعني تخفف من وقع هذا الاستفزاز وأيضا تؤدي إلى التعامل معه يعني مثلا على سبيل المثال أنا أضع في ذهني في صورة ذهنية عامة بأن هذا الشخص معروف عنه أنه صليت للسان عندما سوف ناقشه في هذا الموضوع إذن علي أن أستحضر بأنه قد يوجه إلي بعض الألفاظ الموسيع علي أن أكون حاضرا من الناحية النفسية والعقلية بأنه هذا الشخص ربما يستخدم بعض الألفاظ الموسيع كيف ستعامل معها كيف ستكون ردة فعلي ربما أستطيع أن أتجنب لنقل الرد لكن قد لا أستطيع الامتلاك الوسائل لكتمان أو لنقل السيطرة لا يفر على وجه تماما طيب أستاذ هشام يعني ربما بعض من ينصح يقول في الحوار استمع أكثر من أن تتكلم لأنه ربما بعض الحلول تجد طريقها للنجاح وتجد طريقها للعلاج في استماعك أكثر من حوارك ما رأيك بهذا التوجه؟ أنا أعويت هذا التوجه بشكل كبير جدا وأبسط الأمثلة على صدقيته أن الله سبحانه وتعالى خلق لنا أذنين وفم واحد يعني أن نسبة المدخلات إلى الإنسان يجب أن تكون ضعف على الأقل ضعف ما سيخرج منه أو من فمه من كلام إذن أنت عندما بالأساس مهيئ لنقل كجسد أن تستقبل من المعلومات أكثر من أن ترسل هذا يعني أولا أن هذه الوسيلة هي الفضلة في موضوع إدارة الحوار الأمر الآخر غالبا وهذا أيضا تأتي مع الدربة غالبا ما يمنحك المحاورة لنقل أو خصمك أو صديقك أو أي أن كان يمنحك فرصة للخروج من بعض المآزق عن طريق قاعه نفسي بذلك يعني عندما هو يحاول الإشارة إلى أمر آخر لتدعيم وجهة نظره قد لا يدرك أنه قد وقع لأن الإنسان غالبا عندما يتحدث يقع في الأخطاء هذا أمر كلما تحدثت أكثر كلما وقعت أكثر أكثر إذن عليك أن تمنح الفرصة أكثر لمحاورك تكلم أكثر وأعطني وسائل للرد عليك ولتقويت موقف من حيث لا تشعر صحيح حتى يقال أنه الحوارات مع العملاء الغاضبيين العملاء المنزعجين ينصح بأنه المدير يستمع وينصط حتى أكثر من أن يستمع لأنه يقال أن العميل بحد ذاته عندما يطرح المشكلة هو في ثنايا كلامه لطرح المشكلة يطرح الحل الذي ربما يكون أفضل مما أنت تتخيل بتلك اللحظة فأنت كلما أنصط له كلما وجدت حل سيرضيه هو بالطريقة التي هو يريد فيه ويكون أقل بالتكاليف وأقل بالجهود أليس كذلك سيدة الشام صحيح يعني غالبا العميل الغاضب لنقل عندما يتصل بأي شركة لتسجيل شكوى ضد منتج معين أو لنقل أو لأي وسيلة غضب غاضبا غالبا سيكون غاضبا إذن النصيحة الأولى لأي شخص يقوم باستقبال هذه الشكوى هي أنه يدعه ينفس عن غضبه وهذا سلوب حوار تمام تنفيس الغضب هو جزء من الحوار بأنك أولا تمتص الغضب الذي يمتركه عندما يتحدث عن مشاكلها قلت بأنه قد يشير إليك بحال غالبا هو هذا الأمر الذي يحدث يعني أنا لا يمكنني على سبيل المثال أن أعيد أو أن أقوم باسترجاع المنتج الذي شريته أو بشكل لم تكن راضيا عنه لكن بالمقابل خلال ثنايا كلام هذا العميل يمكن أن يستشف أنه يهتم بأمر آخر مثلا فأقوم بتقديم مثلا هدية معينة أو منتج بدل آخر أو منتج بدل آخر أني ذلك اللي أنا أفعل كذا هو أعطاك بعض يضيء أعطاك المفتاح تمام يضيء على بعض النقاط التي قد تساعدك قد تبديت غالبا بالسيمبثي التعاطف تعاطف حالي نقول مع هذا الشخص ليس التعاطف من ناحية أنه نقول أنه هو شخص يحتاج أو مسكي لا 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 وإنما لإيجاد حاله التفاعل التفاعل معهم بأن أنا أقدر تماما هذه المشكلة أقدر تماما بأنك وضع لست راضي 100% عن هذا الموضوع لكن أيضا أنا أستطيع أن أساعدك ربما ليس بشكل مباشر لكن بشكل غير مباشر طيب أستاذي شام أختم هذا اللقاء بسؤال ذكرت عدة مرات كلمة دربة ماذا تعني دربة لأنه يعني هل هو درب يعني من أين جاء هذا المصطلح الدربة هي من الدرب صحيح من اللغة العربية في اللغة العربية هي من الدرب لكن الدربة هي كثرة ممارسة هذا الشيء يعني بمعنى أنت عندما وأصل المعنى اللغوي عندما تسير في طريق معين لأكثر من مرة ولأكثر من يوم يصبح لديك خبرة الدربة هي الخبرة خبرة بهذا الطريق فهو المصطلح في اللغة العربية يؤدي إلى أنك تمكنت من هذا الطريق وأصبحت خبيرا به بحيث أنه ربما تبذل أقل مجهود وأقل تفكير لسلوك هذا الطريق والعودة منه مرة أخرى ولذلك يسمى مأخوذ من الدرب وهو دربة أصبح لديك خبرة في سلوك هذا الطريق والتعامل معه وكأنه كلما أكثرت دخلت في حوارات ناجحة ومنتجة أصبحت دربة بالنسبة لك بهذا المعنى صحيح أستاذ هشام منور الكاتب والباحث أشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار الأكثر من رائح شكرا جزيلا لكم أعزائي المستمعين والمستمعات بعد الفاصل إن شاء الله نرجع ونكمل ما تبقى من حوارنا وفقراتنا في برنامج صباحك مسك حياكم الله